تراجع نفوذ إيران في العراق ودول المنطقة العربية بات أوضح من ذي قبل بعد اندلاع موجة التظاهرات المليونية التي عبرت عن غضب شعبي غير مسبوق ضد سياسات طهران عبر وكلائها في المنطقة وكلاء إيران أو أدواتها كما يطلق عليهم لم يعد بإمكانهم تقديم شيء يذكر سوى مواجهة الطوفان الشعبي المطالب بالتغيير الشامل ومقاومة إرادته بجميع وسائل القمع بدءا بإطلاق الرصاص والقنابل الغازية على المتظاهرين السلميين وليس انتهاءا بعمليات الاغتيال والخطف ومحاولات تشويه صورة التظاهرات السلمية مجلة فورين بوليسي الأمريكية صلتت الضوء على ثورة تشرين في العراق التي اندلعت مطالبة بمكافحة الفساد وإزاحة الفاسدين من مناصبهم قبل أن تتحول وبسرعة بسبب فرط القمع والتنكيل الحكومي والميليشيوي إلى المطالبة بإسقاط النظام برمته بحسب المجلة التي أكدت أن طهران ووكلاءها فشلوا في تحويل مغانمهم السياسية إلى رؤية اجتماعية واقتصادية سليمة تضمن ديمومة وجودهم والكلام هنا عن العراق ولبنان تحديدا فإيران التي أنفقت مليارات الدولارات على أتباعها في العراق وسوريا ولبنان واليمن وكانت بالأمس القريب تتفاخر باحتلالها عواصم هذه الدول باتت اليوم في مواجهة من وصفهم علي خامنئي بالمشاغبين في العراق الذين استكملوا سلسلة تظاهرات بدأت منذ سنوات ضد الفساد الحكومي الذي يرى المتظاهرون أنه نتاج سياسي إيراني بامتياز ما حدث في شوارع النجف وكربلاء وذيقار وغيرها من محافظات جنوبي العراق على أيدي ثوارها أثبتت أن رموز إيران غير مرحب بهم في بلاد الرافدين لأسيما في المدن التي راهنت إيران عليها في تثبيت نفوذها عبر تعزيز مفاهيم الطائفية ونشر الكراهية بين العراقيين مقابل تقويض مبدأ الهوية الوطنية العراقية لأيدي ثوارها نتحدثة اشتركوا في القناة